أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أهلا بكم وجعل الله دائما الربحة في صفكم كلنا نعرف ان التجارة نكسب وخسارة وبالتالي التجار تلات أنواع أول نوع اللي بيحافظ على رأس المال وينميه وتاني نوع اللي بيخسر بنكسب لكن بيحافظ على رأس المال أما التالت فده واكسيته جديدة بيخسر رأس المال ويخسر الربح هم دولة المنافقين وأي واحد بيرجع بالخيبة والخسران بينطبق عليه المثل العربي رجع بخفي حنين فما قصة هذا المثل؟ زمان كان في واحد اسم حنين وكان يعمل إسكافيا يقوم بإصلاح الأحذية وفي يوم من الأيام دخل أعرابي إلى دكانه أخذ الأعراب ينظر إلى الأحذية حتى أعجب بخفين وسأل حنين عن ساره ولما أخبره حنين بالسار أخذ يساومه على السار ويحاول أن يقلل منه وبعد طول جدال أخذ من حنين الكثير من الوقت والجهد اتفق على ساره الأغرب أن بعد ده كله ترك الأعرابي الدكان ولم يشتري الخفين ولم يعر حنين أي اهتمام غضب حنين غضبا شديدا وكرر أن ينتقم من الأعرابي وبسرعة أخذ حنين الخفين وسلك طريقا جانبيا وسبق الأعرابي على طريقه ورح واضع أحد الخفين في طريق الأعرابي وانطلق لمسافة مناسبة ووضع الخف الآخر وبعد كده تربص حنين عند الخف الثاني في مكان لا يراه فيه أحد وانتظر الأعرابي بعد فترة وصل الأعرابي للخف الأول فنظر إليه بدهشة وقال ما أشبه هذا بخفي حنين ولكن ماذا أفعل بخف واحد وتركه وانصرف إلى طريقه وحين وصل الأعرابي إلى الخف الثاني ندم ندما شديدا على تركيه للخف الأول فأناخ راحلته دون حراسة وانطلق مسرعا إلى الخف الأول ليأتي به ولما اختفى عن الأنظار انظر حنين وأخذ دبته ورحل ولما رجع الأعرابي لم يجد راحلته وعاد إلى قومه فلما علموا القصة قال أحدهم رجع بخفي حنين هي دي القصة فأولئك المنافكون رغبوا في الضلالة الذي هو غاية الشر رغبة المشتري بالسلعة فبذل الثمن الغالي والنفيس وهو الهدى الذي هو غاية الصلاح فبئس التجارة وبئس الصفقة وكأنه بذل جوهر غالية نفيسة كي يأخذ درهما فمن بذل الهدى في مقابل الضلالة واختار الشقاء على السعادة فما ربحت تجارته بل على النقيد خسر فيها أعظم خسارة وخسر رأس ماله وعاد بخفي حنين أولئك اسم إشارة للبعيد لبعد حالهم عن الهدى الذين اشتروا اشتروا بمعنى استبدلوا وطلبوا فالمنافكون يرغبون في الضلالة ولو كان الثمن هو الهدى هناك فرق لغوي بين شرى واشترى فما هو شرى بمعنى باع وترك قال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوخ بالعباد أما اشترى فمعنىها طلب واستبدل وبذل السمن قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وفي هذه الآية الكريمة بذل المنافكون الثمن وهو الهدى ليحصلوا على الضلالة فهي خيبتهم الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه يشترط في الثمن أن يكون مع المشتري فهل كان مع المنافقين الهدى أجاب رحمه الله الذي يمكن من الهدى ولا يأخذه كان معه الهدى فكان مع المنافقين دلالات الهدى وكتب منزلة وإقناع وجدال وأصل فطرة الإنسان قبل أن تلوث هو الهدى وكان لهم من العقول والقلوب والأعين والآذان والألسن ولكنهم رغبوا عن الهدى واشتروا الضلالة فهم كالأنعام بل هم أضل وقال الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه في هذه الآية تصعيد الفجيعة بمعنى إن حضراتكم لو تأملتم في الآية الكريمة تجدوا فما ربحت تجارتهم معناها أنهم لم يكسبوا وفي نفس الوقت لم يخسروا ثم تأتي الضربة القاضية وما كانوا مهتدين فقد خسروا أيضا رأس مالهم وأخيرا أخي الكريم لا يمكن أبدا أن يجتمع الضلالة مع الهدى فعليك أن تختار إما الهدى وإما الهدى جزاكم الله خيرا